سلام اتمنى انكم تكونوا باخر وانتمنى انكم تكونوا كتسافظوا ولوش بيام الفيديوهات والمحتوى اللي كنقدم لكم فيديو اليوم هو المبتدئين في الصفر الوليدات اللي معي في القناة قالوا لي علاش ما تدريش لينا كيفاش نسافروا تفاصيل شنو هم اللي تطقيق الحاجات اللي ممكن انهم نديروهم ويسهلوا علينا تسافيرا وفيديو اليوم غنضروا في علاك كيفاش تقطع تذكرة او البيئة او تيكي تدي الطيارة كل واحد كيفاش كيقول لها وكل واحد كيفاش كيقطع تذكرة الطائرة كل اللي كيفاش يفضل انه يمشي الاجونس دو وياج او مشي الوكالة الاسفار لانه دائما كيعتقد بانها اكتر زيشة هايت اكتر امان وممكن انهم ميقوا البوش وكيكون دائما تمال غالي بزاف وكل اللي كيفاش يفضل انه يقطع مثلا تذكرة او تيكيت او البيئة يقطعها اونلاين كتطلع ارخص ولكن بشرط انك تقطع اونلاين كينين دو دخيك وكيف كنقولو احنا كينين بعض القوالب فانت خسك تكون عارف هذوك القوالب كيفاش انك تحجز وانك تاخذ مثلا انتي كتاب واحد تعمل ارخص وكامو بتادي انا في الرأي ديالي ونصيحة مني اللي كنتي اول مرة تجيب اول سافرة فدو تجلي احسن حاجه ان تتخذ واحد فالفال ديريكس مثلا ان كنتي في كازا و بغي تجيب فرنكفورت او باري فاحسن حاجه انك تخذ واحد الفال بديريكس يقولون ليش الفول ديريكس يكون قليلا زياد في تامان على الفول مثلا اللي تكون فيه لسكال او كيكون ستوب واحد وجوج وثلاثة فكيكون احسن حاجة الواحد مبتدي انه يجي فول ديريكس لانه غالبا لسكال كيكون فيه واحد المشاكل وكيكون ديما هذا الشوك انه الواحد من كيكون مسافر اول مرة ما كيكونش مركزة لهذه الحوايج فشحل من واحد مثلا من تيدير لسكال او لسطوب كيوقف مثلا جماراته لا كيمشي ليه الباقاج دياله وممكن الباقاج يبقى لسكال حتى الشهرين ولا هذا وهو دائع وانت كام مبتدي يعني من غجي بالخوايج ومن غجي تشريهم فاحسن حاجة احسن حاجة اللي كتضمنك الباقاج ديالك كام مبتدي اول مرة هو انك تدير فول ديريكس حاجة تانية واللي هي مهمة مهمة بالنسبة الناس اللي باغن مثلا يديرو مثلا ما بغوش يدفعو بزيف ديال الفلوس مثلا في هذا الفول ديريكس اونلاين وبغو يديرو لسكال دائما من تكون في المطاب من تكون في المطار حاول دائما انك تقول ليهم ومنين بغيتي الباقاج هما كيسولوك ومرة ما كيسولوكش وانت معاك تكون هكا ما على بالش كيسحبلك بالباقاج غيمشي فاحسن حاجة الوقت اللي تدير تشاكين اول ما كتعطيهم مثلا الباقاج والباسبورت قولي هذيك السيدة اللي خدمت الماكينة هذيك الموظفة قوليها انا الباقاج بغيتو يمشي ديريكس ما تقلل لك الاسكال دي بريفيرانس يكون اسكال غي مثلا مرة واحدة سطوب فقولي ها انا الباقاج بغيتو يمشي ديريكس فهمتي يعني امثلا انتي مثلا غتجي من كازا لبرتوغال لفرانكفورت قولي ها انا بغيت الباقاج يمشي من كازا لفرانكفورت واكد لها لهذه المسألة لانها غتعطيك مثلا ما يثبيت انو الباقاج رغت تاخدو في فرانكفورت هكا ما تديرو نجيش من بعد ويمشي لك الباقاج ديالك وغيتوها الواحد مدة كيكت لكم اللي تقدر توصل حتى الشهرين الحاجة الثالثة اللي هي مهم مبزف وانتك تقطع البيئة ديالك وبغيت تخلص بريفيرانس من الاحسن من الاحسن انك تقطعها او انك تخلص البيئة ديالك ما تديرش ابا فايزونك تحويل حاول انك تقطعه بالبيبال تخلص بالبيبال في حالة توقع شي مشكل ما جرت البول كان روتار ومشيت عليك الطيارة فاكيد ممكن ان البيبال يرجع لك ماشي ممكن ولكن مياه في المياه البيبال غير رجع لك الفلوس ديالك واحسن حاجة في الظروف الحالية اللي كي يمروا بها عشان قول لكم العالم احسن حاجة حاول انك ما تبخلش بزيف وحاول انك تخلص مثلا لقدرتي معارش بالطبط وش غير تسافر في ذلك الوقت تخلص اسيرانس لانه اسيرانس في اي حالك يرجع لك الفلوس ديالك ديالك وندخلوا الابليكاسيون وهذه كانت مجرد رأي ديالي ونبدأوا على بركة الله ونتمنى انك تبقى تلاخر وتسافدو من الفيديو نمشيو نحلو تليفون وندوزو الابليكاسيون اول حاجة هو انكم كتدخلو من تليفون ديالكم ديالك ديالك من تليفون ولكن دائما كيبقى اكتر امان من كتدخل مثلا من الكمبيوتر والناس اللي ما عندهم مش كمبيوتر فسهل انه من الاحسن يدخلو من تليفون لي كيكون اسهل كتدخلو الابليكاسيون او تطبيق ديال بلاي ستور وكتحاولو ديرو موموندو ابليكاسيون او اب تطبيق ديال موموندو اللي هو خاص بالاصفار فهنا انا عندي ديجا مانستالي كتديري اللي اوفنن كتحلو كيف غتشوفو هنا يا راكينين راحالات او طيلات فانتا كتختار الاصفار كتختار هادا ديال طيارة السين او الرمز ديال طيارة هنا كتبغيش في الدخول كتدير مثلا اسميتو الفلوك فانتا كتختار مناش بغيش مشي الى اين مثلا احنا بغي نمشيو من كازا مثلا فرانكفورت من كازا الفرانكفورت كيف كتشوفو هناك اتباع فرانكفورت ديتشلان كازابلانكا ماروكو مثلا الجمعة 19 جنفير مثلا حتى ال 26 جنفير فضروري انك مشي تحجز غير الالي تحجز حتى الروتور وبعد كندخلو هنا يا الابسيون اني اشنا هم اللي الابسيون اللي تقدمو لك فهنا بالالمانية اول حاجة كتشوف شكونا هو هاد المسافر وش هو يعني ايرفاكسنا بعد يعني اكبر من 18 عام ولا هو كيقرام مثلا اكتر من 18 عام ولا هو مثلا سن بين 12 عام و 17 عام ولا مثلا طفل يعني طفل كتشوف شنا هو انتايا بالنسبة لكم انتم ما اعرف الغالب كتكونو اكبر من 18 عام وبنسبة الناس اللي هما مثلا اكتر ولا شي حازرة تتبقى هنا تزيد مثلا شحال ديالي بارزون شحال شعال شعالناس الاشخاص بنسبة لكم شو ما راغي واحد كتدير بحلقة كتمشي في فيطا كتمغادي بنسبة هننا كينا الرحلة واش ايكونامي في انتبال لكم هاد الكورسي فهننا كتختار واش ايكونامي ولا بريميوم ايكونامي اكثر هادا ولا بازنس ولا فرست كلاس بنسبة لنا احنا غالبا كنختارو الليكونامي ففرست كلاس لهذا انا ما كتهمناش كامشيو هاكا كنتواصلو هننا كينا الهند كباكش توكو فهمتوني فهننا كينا الباقاجة ما والباقاج كبير كندخلو بحلقة يا شوفا شنو كتلقاو فيه الباقاج فانتو ما غتشارت واحد وهذا واش عندكم باقاج بليس بالنسبة لكم انتو ما ركافي ان يكون عندكم باقاجة ما والباليزة الكبيرة هننا شتدير انفندن كتشمشي هنا يا نو بس باليكم كيف قلت لكم فانتو ما صاحبي القرار يا اما تاخدوا واحد طياران او طيارة اللي هي نيشان او تديروا مثلا هننا كينا الا ستوبس يعني هذا وكينا ستوب او دون نو ستوب ولا نو ديريكت فلوق فهنا هاد المحرك البحث كي بحط لك على الطيارة اللي هي ديريكت وكي قلت لكم دو برفيرانس كون طيارة ديريكت هنا كتمشيو الخطوة التانية وكتلقاو هنا شكو نو ما الطيارات او لبروبوزيسيون شنو هما الاقتراحات تحاولوا ديريكت انو هننا كتبلك لستة اوبسيون شنو هما ليز اوبسيون احسن اختيارات فهنا كتشوفوا توقيت ديل طيارات وانا غالبا فهما رواية الار ماروك هننا كتلقاو مثلا 294 اورو مع الخمسة العشية هننا كتلقاو طياران ومن بعد كتحاولو انتوما انكم مثلا تضغطو على واحد في الطياران كتلقاو 385 وانتوما كتبقاو بحلها كغادين فهي كينا معطناشو قسمين احتل ثلاثة كينا اين شتندت دغاية سيش منوتن فلوك فيكسل ان مادريد بالنسبة لهذه فكينا خسكم تقرأ وكي قتلكم شوفوا هذا كاتبين وخحنا معمرين ديريكت انو تمشي تسافر ديريكت ولكن النار كي نستوب شوفوا اين شتندت غاي سيش منوتن هتشي اللي جي قتلكم انا يدائما حاولو انكم تقرأو تقرأو واسع في مين كتعجبكم هادشي كتدوزو ديريكت للخلاص وطريقة الخلاص كي قتلكم واش بايبال ولا ايبافايزون بتحويل ولا بالكريدي كارته شوفون شو مع باش كتخلصو وغالي برا كي يخلصو الناس بكارت فيزا وبطريقة البايبال دائما كتكون اسهل موهيم تمنى انكم تكونوا سافتو من الفيديو وبحكم انني انه ما غنخلص تشي حاجة فما غندخلش لوبسيون ديريكت لكم حاولو انكم دائما شوفوا واحد تريك واخاهو مع فول ديريكت ولكن انه كتبين اين شتوند غايسيش منوتن فلوك تسويك فيكسل ان مادريد يعني واخاهي ديرينا ولكن رغاش وقف ساعة ونصف مادريد حاولو انكم تأكدو قبل ما تقطعو او انكم تخلصو تيكيتا حاولو تأكدو من جميع المعلومات نتمنى انكم تكونوا سافتو من الفيديو اليوم خليت لكم الراحة ولهنا فهذا كان فيديو دي الناس اللي باغين يمشيوا الديريكت كي قتلكم ده بريفرانس انكم تكبشيوا الديريكت تحياتي والله يسهل لكم كاملين سلام